مرحبا بتمنى تكونوا بخير وينما كنتوا عم تسمعوا طائد حب موضوع حلقة اليوم مش كان مفروض هو يكون هيدا الموضوع اللي عم بحكي فيه هيدا الأسبوع ولكن غيرت الموضوع آخر لحظة لأنكت عم بحضر مسلسل اسمه نيو أمستردام خلال الويك أند الماضي هو مسلسل اللي بتابعو أنا ونبيل من زمان كتير وسائل بتلق من فترة بلش سيسون جديد أو موسم جديد موضوع هيدا المسلسل ما بعرف إذا فيه أشخاص منكم بيحضروا بيتابعوه سامعين فيه أو ما بيعرفوه ما رح أحكي بكل التفاصيل اللي ما عم بيحضروا أو عم بيتابع لما يكون عم أكشف الحلقات أو اللي عم بيصير بس بالاختصار مسلسل عن مستشفى اسمه بأمريكا اسمه نيو أمستردام مستشفى حكومية تابعة للدولة وحلقاته والقصص اللي فيه مقتبصة من واقع حقيقي قصة حقيقية عاشها دكتور بفترة معينة بحياته لعمدة 15 سن اشتغل بمستشفى وكان طبيب وكان عم بيحاول يكون عم بيوفر كل الأشياء الأساسية اللي بتخلي المريض يتم معاملته كإنسان موجوع أو بحاجة لعلاج أو لدواء أو لتشافى أبعد من أنه يكون عم نتعامل معه بس مثل ما السيستم بيتعمل كأنه رقم أو كأنه منعيق أوقات أو المستشفيات بتعيق علاجات معينة أو قصص معينة بيتمعرق للتغابس لأنه السيستم هيك ماشي أو ما فينا نحنا نكون كوننا نحنا بشر حطينا هيدا السيستم نرجع نعدل بهيدا السيستم أو نغير لقوانين أو نبدل أو نكون فعليا عن جد خاصة بهيدا المجال اللي هو رسالة قبل ما يكون مهنة عم نتعاطى مع الإنسان كإنسان سو الدكتور اللي حكم 15 سنة بهيدا المستشفى بمستشفى تاني مش بنيو أمستردام وكتب كتاب ومن خلال هيدا الكتاب تم اكتباص هيدا المسلسل وأحداثه بالدور حول إشياء حقيقية وإشياء تاني عم بتودى رسالة إنسانية من خلال المجال الطبي أكيد الدكتور توفى اللي كتب كتاب اسمه 12 Patients Life and Death at Bellevue Hospital اللي تم على أساسه كتابة مسلسل نيو أمستردام سو القصة بدور حول دكتور اسمه ماكس هو بيتم تسليمه إدارة طبية للمستشفى وبيحاول انطلق من شخصيته وإنسانيته العالية كل الإشياء اللي منعه متناسقة بالمستشفى بشكل بتخدم إنسانية الإنسان وبتكون عم بتساعد المريض عم بيتشافى بشكل كامل وما تكون عم بتوقف حاجز بوجه عملية جراحية بوجه علاج بوجه أي شيء ممكن يكون عم بيأخر تشافى أي إنسان بكل حلقة منلاقه في قصة أو مجموعة تحديات بتصير هو من خلالها عم بيحاول يصحح قصص بالتعاطي الإنساني إن كان من بين الأطباء والمرضى إن كان من الممرضين والمرضى إن كان بالسيستم كله سوى وأكيد بيتم بمحلات معينة محاربته كتير لأنه السيستم كيف ماشي بيفضل يكون أكتر هو عم بيستفيد من أنه يكون عم بيتعاطى مع المريض كإنسان بس كنا عم بحضر كل الحلقات بحس عطول إنه it's too good to be true ويارات هيدا الشيء عن جد فيه يكون موجود وينما كان بعلمنا كله بي المجال الطب لأنه منشوف قده لأسف في أطباء وفي ممرضين ما بيتعاطوا مع الإنسان كإنسان وقاط فينا نحن عم نحضر نحس إنه هيدا شيء كتير خيالي بس بإنسانيتنا ما فيه شيء كتير خيالي أبدا بالعكس إذا منصر إنه نحن نكون عم نشتغل بضمير حي ونمارس شو ما كده نحن عم نشتغل خاصة بالمجال الطب نطلع على الإنسان أو على الكبير ولا الصغير ولا المسنب ولا الطفل ولا الإمرأة والرجل كإنسان موجوع ونطلع عليه بشكل هوليستيك قبل ما نكون بس عم نحكم أو نوقف له علاجه أو نعرقله أي شيء عم بيصير بحياته انطلعا من إنسانيتنا بتكون الإشي عم تمشي بطريق صحيح فبالحلقة اللي هيدا مختصر عن هيدا المسلسل وعن جد اللي بنصح كل حدا نكون عم بيحضره يمكن خاصة الناس اللي بتشتغل بالمجال الطب أو كل حدا منا فيكون عم بيخلق له هيك رسالة حلوة جواته لأنه بكل حلقة فيه موضوع بيمسنا بيمس كل حدا منا حلقة الأسبوع الماضي اللي كنت عم نحضرها بالبيك أند أنا وزوجي دكتور ماكس بيطلب يعمل اجتماع طوارق لبعض الأطباء اللي هني ماسكين إدارات أقصام معينة مثل طبيب المدير قسم القلب الأمراض السرطانية قسم الطوارق الطب النفسي وبيطلب منهم أنه نحن كوننا أطباء ومنعالج العالم ومنقدم شغلتنا نوفر للعالم الأمور الصحية اللي بتساعدهم يشفوا أو يتشافوا أو يتوقوا من أمراض معينة لازم نكون نحن بالأول عم نداوي حالنا وعم نشفي حالنا فكل حدا منا أكيد في قصص بحياته مش عم بيلتفتلة مش عم بيتطلع عليها اليوم أنا عم بطلب منكم ما تكونوا عم تشتغلوا كل حدا منكم يروح يعمل medical check up أو كشف صحي على صحته فرديد فعلهم الأولية بتكون أنه هني عندهم شغل والطابق عندهم مليان مرضى وعندهم كتير مسؤوليات وعندهم عمليات جراحية بيصير كل واحد منهم بديو يتنصل من هيدا الشي أو يعمل resistance أو مكاومة ولكن هو بيصر حتى وقته الطبيب القلب يقوله أنه أنا عندي عملية جراحية هلأ بعد تسايا 5 دقائق 10 دقائق بيقوله هيدا الموضوع نحل في حدا تاني أخد عنك كل حدا منكم بليز روح يعمل check up سو بيروحوا يعملوا هيدا الشي على مضت يعني مش أنه كتير مرتحين لأنه بالنسبة لألون عندهم أولويات وحياتهم تبرمجيت أو صاروا معوادين يكونوا عايشين بطريقة معينة ما يعرفوا يعيشوا خارج إطار أنه اليوم عندهم دوام سو طبيب القلب بس يعمل check up بيبين أنه عنده ثغرة معينة أو في شي بطرقات القلب عنده بحاجة لتدخل جراحي طبيبة اللي مسؤولة عن قسم الأمراض السرطانية بيبين أنه عندها مشكلة بالراسغ عندها على إيدا مفصل اليد وهي حدا ما بيحكي لا تتكلم تستخدم لغة الإشارات بتسمع بس ما بتقدر تحكي فغير أنه بتعوز إيديا للعملية الجراحية اللي بتعملها بتعوز إيديا لتقدر تتواصل مع الآخرين وتكون عم بتحكي بلغة الإشارات الطبيبة المسؤولة عن قسم الطوارئ بتاخد دواء لأنه صار مع عدة حوادث هيدا الدواء بساعدها على تكون عندها الإدراع على التركيز لأنه يوميا بقسم الطوارئ عندهم حالات كتير قوية بتجال عندهم وبتطلب أن تكون بتركيز عالي لتكون عم بتقسم المهام وعم تنتبه شو اللي عم بيصير هو عم بيفحص الطبيب بيقل له أنه وزنك كتير عم بينزل بالتالي هيدا الدواء اللي يجب أن توقفها لأنه عم بيأثر على وزنك فهي ردة فعلة بتكون أنه ما فيها توقف هيدا الدواء لأنه الفوكس تبعولها مبني على ماعتمد على هيدا الدواء وبتصير عم تحاول تتحايل على الطبيب أنه خلص يعني فيها تكون عم تاكل أكتر أو أي شيء ولكن هو بيصر أنه توقف الدواء طبيب النفسي بيقرر أنه يهتم بحاله يظهر بموعد يعني بمواعدة تقو أنا دايت لأنه كان له فترة ما عم بيقدر يكون بحياته العاطفية مرتاح من بعد طلاق وكتير قصص صاريت معه كمانا بيواجه هايك تحدي معين بيتعلق بطاقته الجنسية وبيخليس التساؤلات كتير كبيرة فكل حدا منهم بهالقصص اللي اكتشفوها بينحط بمواجهة مع حاله اللي يكون عم بيبلش يهتم بحاله ولأنه عندهم مسؤوليات كبيرة بالأقصام اللي بيشتغلوا فيها فكل حدا منهم بيصير عم بيقاوم أنه لا ما فيه هلأ مثلا طبيب القلب ما بيقدر أنه أعمل عملية جراحية لأنه عنده مسؤوليات كبيرة وكمان أجزء منه خايف يكون في حدا تاني عم بيعمله عملية جراحية كونه هو مدير قسم القلب وهو بارع جدا وبيحل كتير مسائل وخلصت حياة كتير أشخاص طبيبة الأمراض السرطانية بتخاف أنها تعمل عملية لأنه بالنسبة لها إيديا بدي يكونوا مدمضين لفترة طويلة ما فيها تحرقهم حتفقد لغة التواصل وخايفة أنه العملية ما تنجح بالتالي إذا خسرت أي شيء بييدها ما بعد فيها تعمل عمليات جراحية طبيبة الأمراض اسم التوارئ بتخاف أنه تلوس كونترول أو تفقد السيطرة وهي بمحل كتير لازم تكون بمحل فيه تحكم والطبيب النفس خايف كتير يفوت على محلات جواته كان هو حاسس أنه كمان مسيطر فمنصير عم نشوف بأحداث الحلقة كيف كل حدم منهم خايف يفقد السيطرة بمكان معين بحياته وهذه السيطرة هي اللي مخلاها حياتهم تكون برأيهم أنه ماشي صح وماشي بتمام لأنه مسكين مسؤوليات معينة في مرضى بمسؤوليتهم يعني بيهتموا فيهم وإذا عملوا غير هيك مبكأنه ما بيقدروا يعرفوا يكونوا عم بيعيشوا أو يكفوا حياتهم سوما نشوف طبيب القلب حتى بس قبل يعمل العملية بالآخر العملية الجراحية هو بالعملية بده ما بده يتبنج وبده يكون واعي وعم بيتحكم بكل شي وبس بلش يشوفهم كيف عم ببلشوا يعملوا العملية صار أنه هون عملوا هيك هون عملوا هيك لحد ما الطبيب المشرفة على العملية الجراحية بتنفعل منه بتقرير تخرج من غرفة العمليات وبعدين بس ترجع تفوت وتحكي معه بتسأله ليش خايف أنت تفقد السيطرة ليش بدك تكون عطول بمحل إن كنترول أنت المتحكم فبيخبرها عن طفولته أنه هو فقط بيه هو صغير بيه تركون وكان هو الخي والبقية أخوة بنات ووالدته فهو كأنه نحط بمحل هو اللي لازم يكون إن شارج هو المتحكم بكل شي لحماية الجميع وبس تسأله طبيبة تانية بقسم بغرفة العمليات أنه والدتك كانت عقاية الحياة وكانت واعيه بصحاتها منيحة فهي كان فيها تكون عم تهتم فيكن بيقل له صاح فبتسأله ليش أنت كانت بدك تاخد هيدا الدور هون بتحطه بمواجهة مع نفسه فبيقل له نحطولي بناج ونايموني ما تخلوني بقى أحكي ولا أكلمة لأنه انتبه على كتير إشياء سيتميت سنس بحياته قدر يربط كتير إشياء بهيدا اللحظات براسه طبيبة الأمراض السرطانية كانت عم بتتقوي من الآخر دقيقة تعمل العملية بس دكتور ماكس قال له بديك تعمليها لها العملية حاولت تتذكري قد من واحد لعشرة أنت موجوعة أنت عم تعملي عملية جراحية لحدا تاني لأنه هيدا إيديك اللي عم بتحركيها فبتقل له كتير وهون هو بيخبره أنه أنا طلبت منكن هيدا الشيء سير اليوم لأنه أنا معيت الصبح وحسيت بشي مش صحيحة لحنجرته وكونه عامل سرطان بالحنجرة من قبل وهو المسؤول عن حياة بنته طفلة وزوجته توفيت منخوفه على حياة بنته منخوفه على كتير مسؤوليات هو حاملة خاف يكون رجع السرطان عاود عنده فحس أنه بمحل نحن منهم الحال نقم مننتبه على مؤشرات يعطينا إيها جسمنا منظل خايفين نلغي أو نوقف أو نرتاح لأنه في شغل في مستشفى في مسؤوليات مننسى حياتنا وصحتنا فانطلاقا من هيدا الشي وبينما أنا منتظر نتيجة الفحص اللي عملته اليوم لأشوف إذا رجع عاود عند السرطان أو لا عم بطلب من كل حدا يمنكن يكون عم بيهتم بحاله وهون هي نرجع منعرف أنه قررت من بعد ما قومت لآخر لحظة ترجع تكون عم تعمل العملية وهو رجع لقالة طريقة أنه يعمل له سيستم مثل بورد يحطل عليه كل الكلمات وقتها تكون بدأت تحكي وتتواصل مع الآخرين غير أنه عنده مساعد بيضل معه بكل غرف العمليات ليكون هو عم بيترجم أو عم بيحكي بلغة الإشارات سو بتدل هي على الكلمات وبيقدروا يعرفوا هي شو بد فكمان تعاون معها لإلى حل طبيبة قسم الطوارئ منلاقي أنه بهيدا نهار صار عنده كتير حالات طوارئ يعني صار في حوادث كتير قسم الطوارئ إصار مليان حوادث وبيتطلب منها تكون عم بتركز وتركيزها كان عم يتشتت لأنه ما عم تقدر بقى تقشع منيه ما عم تقدر تركز ولازم تاخد قرارات on the spot يعني سريعة هيدا حطوله هيدا الإبر هيدا عطوه هيدا الدب هيدا خدوه هيدا القسم باللحظات اللي بتحس فيها عم تنهار بتضطر أنه بتحطي لها الحياة بوجه حالة ولادة شوية عسيرة باللحظات اللي عم تفقد فيها هي بتحس أنه خلص فقدت كل السيطرة مثل في قوة داخلية بتجيها من جوا يعني يا رح تخسر الأم والطفل يا هي بدأ تكون عم بتشد على حالة بين دومها تتكل على الدواء لتكون عم تساعد الأم تولد والولد هي والولد يكونوا بصحة منيحة ومنصير منشوف كيف قدية بتصير عم تاكل 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 كرمال يزيد وزنة وبرك الحكيم أو الطبيب بيرجع بيسمح لتاخد الدواء بعدين بتكتشف أنه هي كانت عم تخضع حالة وهذا الشي بيذكرها بكتير أشياء بحياتها لا شي كانت كمانا السيطرة عم تلعب دور بحياتها الطبيب النفس بس يرجع بخيبة أمل من الموعد تبعوله بيحكي مع بيسائب عم بيغسل إيدي حتى طبيب نفس تاني زميل لقله وبيسأله كم سؤال بيحطه قدام الواقع منشوف كيف كمانا بيقاوم بيقاوم لا يكون عم بيجاوب عن الحقيقة وبيضل عم بيزركه بأسئلة معينة لا بينما يساعدوا يقول الحقيقة وبس يقول الحقيقة بس يفهم كمانا ليش بمحلات كان في قصص أو أفكار أو معتقدات هو ماشي عليها لا يكون هو بمحل حامي حاله وبيضل بموقع سيطرة فأنا عم بحضر الحلقة صاروا دموعي عم بينزلوا لأنه بمحل ليت كتيري ذكرتني بحالي لأنه أنا كنت حدا كل حياته عايش بمحل كنترول كل الوقت بدأت تحكم بحياتي وبحيات الآخرين أو مش بحيات الآخرين بما أن تكون قمعية بس أي مجموعة بنوجد فيها أن كان بشغل أو بصداقة أو بأي شي معين بدأت تكون القصص عم بتصير مثل ما أنا ببرتاح إنها تصير لتضلل إشي عن كنترول لتضلل القصص حلوة وظابطة وبرفكت هاي كان بمعتقدة إنه إذا ما كنت أنا إن كنترول إشي فيها تكون عم تفرض فبنهاية الحلقة وقتا كلهم بيجوا بيتشكروا لدكتور ماكس أو كل حدا محل ما هو موجود ويرجع يحكيهم إنه كانوا عم بيقاوموا إنه هو يعملوا مثل ما هو عم بيقالوا نياخدوا نهار أو بريك ويهتموا بصحتهم ويشوفوا كل حدا شو عم بيصير معهم وكيف كل حدا نكتشف إنه عنده شي منه عارفه أو مش عارف شو عم بيصير بصحته أو غاضد النظر عنه وهيدا الشي حطه بمواجهة مع نفسه يقدر يفهم كتير إشي من حياته من ترامة من طفولة من معتقدات فكل حدا منه يقدر يفهم يلقى تخيط ويبليش يكون عم بيشتغل إنه يصحي حياته ويهتم بصحته أكتر فحسيت إنه عبالة يكون عم بيحكي هيدا الأسبوع عن هيدا الموضوع قده فيه سيطرة قده نحنا من ميل للسيطرة عطول بدل نذكر قده مهم إنه نحنا نعيش اللحظة نقبل إنه مش نحنا اللي عم نتحكم بالإشياء فيه عناية إلهية هي لمحضرت لنا كل شي ومهيقت لنا كل شي ونحنا ما فينا نكون فعليا عم نتحكم حسيت إنه بمحل وقت أقول إنه عطول ناخد بريك نرتاح نحط حالنا أولوية لو فيه شغل فوقنا وطحتنا نقول إنه فيه نحنا بالأول إذا نحنا ما هتمينا بحالنا الإشياء ما رح تكون عم تمشي صح فهيدا التحكم اللي نحنا عنا هي إنه نهارنا لازم يمشي بهذه الطريقة شغلنا لازم يكون هيك ما فيه وقت هلأ نهتم بحالنا ما فيه وقت نفكر بشي تاني بدنا القصص تكون عم تمشي بمفهومنا نحنا لكيف الإشياء فيها تكون مثالية فيها تكون بهذه المثالية عم تمشي صح وعم بتكون منيح وعم بتكون حلوة وعم بتكون متناغمة ولكن ما فيه شي نحنا فعليا فينا نكون عم نتحكم فيه اللي فينا نكون عم نعمله إنه نكون نحنا بتصالح مع حالنا مع مشاعرنا مع أوجاعنا نفهم جروحاتنا نفهم التروماس تبعودنا اللي هي بتخلينا بمحل نصير عم نميل لنحمي حالنا نصير أشخاص مسيطرين أو نميل للسيطرة أو للتحكم كل الوقت فالحلقة اليوم هي هيكة تدعي كل حدا عم بيسمعها وين بيمحل معين بحياتكم عم بتحسوا عم بتميلوا للسيطرة للتحكم بالإشياء بتخافوا تفلط الأمور من إيدكم بتخافوا تغيروا بروتين حياتكم أو بيومياتكم ما عم بتلاقوا محل توقفوا تاخدوا بريك لا تروحوا تعملوا تشيك أب أو تشيكوا على صحتكم أو على أي شيء تاني صحة النفسية ولا صحة الجسدية أو في موعد معين لكم فترة بتأجلوا أو ما عم تقدروا تحجزوا لتكونوا عم تهتموا بحالكم يمكن حكيت شوي عن هالموضية بس حكيت بفصل الخريف وبس حكيت على كيف نطمئن على حالنا بس حسيت مثل كأنه هيك بعد confirmation أكتر وأكتر على هيدا الموضوع وأكتر من ناحية من منطلق أنه نحنا منصير عم نسيطر على كل شيء مفاكرين أنه هيك عم نحمي حالنا بس نحنا بمحل عم نهرب أو عم نتخبخ خلف أقنعة لنكون نحنا بأمان ومسيطرين على الأمور نحنا منميل للسيطرة لأنه نحنا منخاف نفقد السيطرة منخاف طفلوط الإشياء من إيدنا منحط على طول حجر مبررات ما فينا نعمل هيدا الشيء والإشياء لازم تمشي بهيدا الطريقة منقول أنه فيه شغل ما بينطر منقول في عنا زباين ما بينطره مع كل الاحترام للأكيد لكل حدا شو طبيعة شغله لإحترامه لزباينه شو ما كانت طبيعة الشغل بس كمانا لأن نظلنا عم نعطي منيح لازم نحنا نكون عم نهتم بحالنا لنكون نحنا أحسن وعم نعطي مكان أحسن الآخرين بيكونوا وعم بيستفيدوا شو ما كانت طبيعة شغلنا فوقتا ذكرتنا بحالي هيدا الحلقة وذكرتنا أنا عن جد كنت بمحل الكنترول عندي قوي لأنه كنت عم ميل أني إحمي حالي كل الوقت لأنه أكيد هيدا الكنترول أو هيدا استيطرة جاي من إشياء فهمتا بعدين من وين جاي من وين هيدا الثغرات اللي موجودة جواتي عم تدفعنا أني كنت بدي أتحكم بالإشياء كل الوقت كان عندي التحكم قوي لدرجة أنه إذا كنت بروح عن طبيب أسنان أو عند بيوتشن لأعمل ضفيري مثلا أو عند علاج فيزيائي معالج فيزيائي أو عند أي طبيب بيكون أنا شادة كل الوقت مثل كأنه أنا اللي بدأ أتحكم بالسلسان يعني لدرجة بتذكر كنت عند كايروبركتر بال2011 اللي بيساعد على تقويم العزام أو أي شي يعني ستراس أو في أي محل في بلوكتج عم بيصير بالجسم بيكون عم بيصلح لنا الوضعية اللي جسمنا بيمشي فيها لتكون طاقة عم تمشي صح وجسمنا عم بيتحرك بوظيفه صح فكل ما يحاول أنا لازم يكون كتير ريلاكست وخليه هو يكون عم بيشتغل كل ما بده يحركني بوضعية معينة أنا ما عم بقدير لأنه كل وقت أنا عالشادة يقول لي هو رخي خليني أنا حرك رقبتيك رخي خليني أنا حرك حناكيك رخي أنا برحرك رقبتيك أنا أبدا كل ما الأوكي خلاص ناخد نفس عميق نرخي أنا ما قادر رخي خلشي قال لي شو صاير شو صاير بحياتي كده هل قد إن كونترول كل الوقت إنه أنا هون بدي ساعدك وهو وقت نصحني إنه روح أشتغل على التنفس وعمل يوغا وكان هيدا الشي بموازات المرحلة اللي أنا عم بلش فيها أسأل أسئلة كتيرة عم تخدني نحو التشافي ونحو الصحو اللي سحيطة بالحياة وانتبهت قدية بعدين عن جد مثلا بتكون حدا بتكون لبيوتشن عم تعمله ضافيري بصير أنا بتقول لي في مجال رخي ليه شد إيديك هل قد بنتبه على حالة إذا كنت قاعدة بالسيارة أو شي على طول شد مثل كأنه بدي عم بتحكم بحاله بالسيارة و بكل العالم كيف ماشيين على الطريق أو كيف عم بيسوقه حتى بتذكر كنت مرة عم بعمل هيينج ساشن مع خي بالثاتة هيينج وانا كل الوقت حتى على مستوى اللوعي ما عم بقدر رخي عم بعمل مقاومة لأنه بمحالك أنه أنا لبدأ اتحكم بستاشن لأنه هو يقلي آخر شي أنه بعرف أنه أنت بتعرفي و أنت بتعرفي أنه أنت بتعرفي ليه عم تعملي هاي الجلسة بس خليني أنت عم تطلب المساعدة خليني أنا أكون ليدينج الجلسة أو أنا أكون عم بعمل هاي دي الجلسة وكمان صرت عم بتذكر وين بمحلات معينة أنا بشغلة بعلاقات حتى بعلاقات مع أصحاب بالجامعة وقتا كانوا يعطونا بروتجيكت اللي أنا عملوه كنت بمحل لو موزعين الموزع لبروجيكت تاعة ثلاث أربعة تلميز يكونوا عم بيعملوه أنا أكون بدأ أعمل بروتجيكت لحالي أو وقتا يتقصموا تلميز يكون أنا غايبة فبالتالي ينسى الأستاذ يحط اللي اسمي بمجموعة صير أنا عم بعمل بروتجيكت لحالي وأكيد هيدا الشي ما كان عم بيصير عن عبث أو إذا كانت ضمن مجموعة ما أقدركن أنا عم بوثها فعليا أنه هؤل الأشخاص يكونوا عم بيعملوا الشغل صح فكنت أنا أعفيهم من كل شي وأعمل كل شي لحالي لو هيدا الشي بده يستنفدني وياخد مني طاقة وياخد مني مجهود فوق المشاريع أو الدرس أو الأصص اللي أنا عندي إياها بشغلي بعدانا كمانا خاصة بمجال يعني أكتر شي بمجال الميديا كبروديوسر بمحلات في تحكم كان عندي مش لكون عم بأزة أو لأقمع أو لأل التهزيب ما حدا أبدا مش بهذه الطريقة كان يصير بس كنت عطول في خوف أنه ما يصير الشغل بطريقة بيرفكت وبالنسبة إلي ليكون بيرفكت أنا لازم يكون عم بعمله كله لحالي أو لازم ضلني عم بشيك كل الوقت عم بعمل شاك أب على كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وهذا الشي كان يخليني أجذب لعندي بكل الأشغال اللي اشتغلت فيها كبروديوسر أو التيفي اللي اشتغلت فيهم أو وسائل الأعلام أنه يكون الفريق اللي عم بيشتغل معه أو يعني بيطلع اتنين فيه عنده الكنترول بضمن المجموعة أنا بحدا تاني ما منتفق أو الأشخاص يكونوا ما كتير عم بيقوموا بشغلون أو مستلشئين بشغلون أو ما عم بيعملوا مهماتهم على الآخر بالتالي لا إثبت لحالة نظرية أنه أنا اللي فيه أعمل كل الاشياء وإذا أنا ما اشتغلت كل شي ما بيطلع على الشغل صح عطول كان يصير فيه مشاكل إذا بعدانا بس فهمت وفتت بمجال الهيل صرت عم بتطلع على كل إشكالية كانت عم بتصير لأنه أنا كان بدأت حكم كل الوقت ولأنه أنا بدي سيطر كل الوقت وفي محلات يمكن كان فيه ناس عم بيدي خلقة من هيدا الشي كانت ما عم بتعمل شغلة صح وأنا عم بجذب لعندي عطول أشخاص لفعل هيدا النظرية أكتر وأكتر بحياتي وحتى أوقات كنت يعني قول إنه حتى بأي شي عم بيصير ضمن العائلة أو شي إذا أنا ما حطيت إيدي بهيد الشغل ما بتصير الشغل بطريقة كاملة أو إذا ما جيت واشتغلت أنا الشغلة ما بتكون تطلع بيرفكت مثل ما أنا بديها تكون بيرفكت فكل هولي بعدين فهمتون لأنه أنا بمحل I want to be in control أنا بدي أكون مسيطرة وما عم بقدير سلم لغيري أو أوسع أنه غيري كمان عنده المهارة والخبرة والشطارة وكل الأباليتيز اللي بتسمحلوا أو بتسمحلوا يكونوا عم بيعملوا شغلون بالتالي بتكون الحلقة كلها متكاملة وكل حدا مننا بالحياة نحن بحاجة لكل الخبرات ما حدا فيه يعمل كل شي لحاله لنكون نحن عم نكمل بعضنا لتمشي الطاقة بطريقة صح وهيدا الشي أخد كتير من صحتي ومن صحتي النفسية وصحتي الجسدية لأنه صار عندي مشاكل بجهاز الهضمة IBS STRESS تشنجات على كتفاء على رقبت لأنه أنا كل الوقت بدي أكون متحكمة متحكم بيبين بالSolar Plexus الشكرة أو الشكرة الثالثة اللي هي الضفيرة الشمسية لأنه هي مسؤولة عن الويل باور عن الإرادة عن الإدراع على ننفذ الشغل اللي بدنا نحن نعمله عن السقب الذات عن الSelf Esteem الكيمة الذاتية كل هؤل الموجودين هناك بالتالي وقتها بتسكر هيدا الشكرة أو مجمالا نكون نحن بي كنترول بلا تكون كتير مسكرة لأنه نحن شادين كل الوقت وبما حال نحن هيدا الإيمة الذاتية والشعور بالأمان وقدرتنا على أنه نحن نكون عم نفاعل إرادتنا أنه نكون نحن عم نشتغل واثقين أنه كل شي عم بيصير صح ما بيكون عم بيمشي بالطريقة الحقيقية أو بالطريقة كيف الطاقة لازم تكون عم تمشي لأنه نحن خوفنا جاية من انعدام الأمان خوفنا جاية من أصص بطفلتنا بتربيتنا بمسيرة حياتنا أو الخبرات اللي قطعنا فيها عم بتخلينا نحس أنه نحن ما عنا أمان ما عنا قيمة ذاتية سيلف سيم عنا منخفض أو واطئ بالتالي ما عم نقدر نكون عم نشتغل صح وهذا الشي بينتج عنه بس يصير فيها القد تسكير أمراض بالجهاز الهضمة عدم قدر على هضم الطعام IBS اللي هي عبارة عن letting go والcontrol إذا بدنا نفسرها للIBS شو معناتها هي في محل تجاذبات بدنا نتحكم وبدنا نسمح للإشياء تتحرر فبيصير فيها الشد والرخي الشد والرخي اللي بتخلق الIBS الخوف إنه نرخي وبدنا الميل أكتر لأنه نكون نحن عم نشد على الإشياء لأنه نكون عم نتحكم أكيد كمان في أشخاص بيبين عندهم أوقات أمراض بالبانكرياس أمراض بالمرارة لأنه وقتا نكون نحن عم نتصرف بهذه الطريقة بمحل منا عم نكون لطيفين مع حالنا ولا لطيفين مع الآخرين في مرارة معينة عم نحسها في تقل معينة عم نحسه جواتنا بيترجم على المرارة بجسمنا أو على البانكرياس بأنه يصير فيه سكري أو يصير فيه أمراض خاصة بهذه العضو بجسمنا فيه ناس بيطلع الضغط عندهم بيصير عندهم من وراء السترس بيصير ضغط الدم عندهم عالي فكمان كل واحد فيكون عم بعيشها كل الوقت لأنه التحكم بيطلب أن نكون نحن رجد مش فلاكسبل معنا مرونة المال للسيطرة أو أنه تكون القصص أنا عم بتحكم فيها أكيد جاي عندي من كتير عوامل ما رأت فيها بطفولتي الطريقة التي تربيت فيها أنه كل شيء لازم يكون مثالي إذا ما كانت القصص معمولة بهذه الطريقة ما بتكون perfect سو بالتالي لتكون معمولة بهذه الطريقة أو perfect أنا اللي لازم بيكون عم بعملها لأنه ما حتى غيري فيه يكون عم بيعرف يعملها وكبرت مع هالفكرة أنه ما فيها تكون تدلجيت أو سلم مهام لشخص ثاني أو يكون عم بوسع أنه فيه شخص ثاني قادر يكون عم بيعمل نفس الشيء بطريقة حلوة أو مثالية أو اللي هي أو طريقة ناجحة لأنه فيها القصص تكون مثل ما هي ومثالية مش ضرورة نحن نتعلم أن نحط اسقطات على المثالية كل واحد حسب كيف بيكون عم بيشوف الاشياء انتلاقا من كتير قصص عنا إياها معتقدات براسنا أنه هيك بتكون بيرفكت وهيك بتكون أحسن وهيك بتكون للأخير كل شيء عم بيصير بس كمان هيدا الشيء بتحمل عدة تقويلات لأنه من منظار كل حدا فيها تكون مثالية مثل ما هي هيدا الميلة المثالية اللي أخدته تمهات فيه وقتا شفته عند أمي وعند بي وقتا كمان نحط علي هيدا الدور أنه أنا بعرف أعمل الأشياء بطريقة مثالية وأنا فيه اتكالي علي أني كون عطول عم بعملها صح عم بساعد صح عم باهتم بالكل هال ازدواجية اللي صارت بين لعب دور المنقص والبين أني أنا عم بتحكم بالأشياء بتكون كلها ماشية صح بين مثلا تكين بي يوكلني بشغلات أنه أعملها لأنه هو كان يعملها بطريقة بيرفكت وأنا تعلمت منه وتمهات فيه كلها لازم تكون بيرفكت من أبسط الشغلات يعني الطريقة اللي مثلا عم بحط فيها لنقول الصفرة لأنه نحن عم نتغدى كل شيء يكون حاضر كل شيء يكون محطوط محل وما يكون ناقص ولا أي شيء بالوقت اللي إذا كان ناقص أي شيء فينا نقوم نجيبه يعني من ناقص الدنيا مش مشكلة فصار عندي هيدا الهوس أنا أو هيدا الهاجس أنه هيك للقصص لازم تكون لأنا كون عم برضي بهيدا الطريقة كون عم بياخد الحب كون عم بياخد الفاليديشن أو الكبول ولا ما كون عم بحس أني عملت شيء غلط أو أني كون فشلت بالشيء اللي تمتو كيلو لقلي وهيدا صار يعمل علي ضغط نفسي أكتر وأكتر وصار يخلق لي ألا لأنه أنا كل وقت قلقاني بأي شيء عم بعمله إذا رح أغلط هون ولا عم بعمل صح ولا هلأ رح أسمع كلمة حلوة ولا كلمة مش منيحة وهيدا الشيء بيصير عم بيكبر معنا وعم بيكبر فينا وحتى كنت بمحلات يعني إذا لنقول في خبس شغلات لازم أعملون يكونوا كاملين وصح إذا عملت الأربع شغلات وثلاثة رباعة كلنون كاملين والربع الباقي ما كان صح أو ما كان فيه شيء ظابط كان مثل كأنه عند بي أنه كل هولي كراح وضعان لأنه لربع هالغلطة أو هالشغل اللي صارت لأنه غلطة الشاطر بألف أو أنه أنت بتعملي كل الأساس بيرفكت ليش صمتت منك هاي أو ليش نسيت هاي فهي كنت تتعملي ضغط نفسي أكتر وقلق أكتر لأنه كنت حس أنه شو ما عملت ما الأساس مننا عم بتكون كامل وعطول فيه غلط فلازم أنا ضلني فإذا أنا عطيت حدا تاني يعمل هيدا الشيء أكيد ما رح ينتبه لها الأشياء اللي أنا مشبعة براسي كيف كنا ومتدت معي على كتير أشياء بحياتي حتى بمحلات أنه هيدا الشيء جاي من شعور من إعدام الأمان شعور الحرب نتائج الحرب اللي نحنا قطعنا فيها يعني نحنا بحياتنا بتجي هيدا التحكم وهيدا السيطرة من خوفنا أنه نعمل شيء غلط من ميلنا للمثالية من كمان أي سيببريشن أو أي انفصال كيف عيشنا أول انفصال بيننا وبين أهلنا بين أمنا أو اللي اهتموا فينا كمان التحكم بيرجع حتى للمرحلة اللي بنكون عم نعمل فيها بوتي ترينيج أول ما عم بعلمونا كيف نشيل الحفاظ ونصير عم نعتمد على حالنا بالروحة على الحمام كمان هون في علاقة تجاذبات بتخلق بين الطفل والأم واللي هي كمان كتير العلاقة بالشد وبالتحكم إذا نجبر الولد يعمل هيدا الشي بعمر منه جاهز لإله بطريقة عنيفة أو بطريقة مأزية بيصير بمحل ما بدوا تولدكو وبدوا يتحكم أكتر بهيدا اللحظة بالتالي بيصير لو حطوه على الكرس الخاص اللي يكون عم بيروح على الحمام ما بدوا يطلع أي شي لأنه عنا الإدراع نحن نكون عم نتحكم بجسمنا فلأنه هيدا الشي عم بيصير أو بالعنف أو بطريقة منه لطيفة أو منه جاهز أو منه جاهز للطفلة ولا قصص كمان عم تقطع بالطاقة أو بالأنرجية أو بالديناميكية بين الأم والطفل فكل هؤل بيلعبوا دور وبيخلوا الشخص بيصير بمحل الطفل كأنه عم بيستلز أنه أنا قادر أتحكم بمحل عم بيخلق ديناميكية معينة مع الأم على كبر بيصير فيه هالكمان أكتر بدي أتحكم أكتر بالإشياء حدي كمان إذا بنا نغوص أكتر وأكتر أكيد لنعدام الأمان أكيد الخوف أكيد إذا تعرض الولد للتروما أو المراهق أو الطفل تعرضوا الأهل لتروما صار في شي خلق نعدام أمان فالواحد يكون عم بيحمي حاله بيصير يفكر أنه أنا بدي يكون بالسيطرة لأنه إذا أنا بالسيطرة بيحمي حاله من كل الإشياء ما في شي منه آمن بيصير بالوقت اللي نحنا ما فينا نتحكم بكل الأمور نحنا مطلوب منه أنه نعيش اللحظة بلحظتها ونسلم من أمور ربانية ونوصى أنه نحنا محميين وأي شي بيصير بحياتنا بيكون فيه يا لعبرة يا لنتيجة شي بدنا نتعلم وبدنا نفهم وبدنا نصحح لما صاره بحياتنا كل التروما اللي نقطع فيها فيها تكون تروما كتير كبيرة فيها تكون أشياء صغيرة غياب الأهل عاطفيا غياب الأهل معنا وجودهم معنا المعتقدات اللي بنترب عليها القلق اللي هن بيحسوا لأن احنا منمتصوا تغيرات كبيرة بتصير بحياتنا منصير نحس أنه لو كان فيه تحكم وسيطرة كان صار أحضر من هيك خلينا نحنا على قبر نكون عم نتحكم بمحلات أكيد فيه ناس بيميلون للسيطرة بيروحوا لأشياء كتير كبيرة ولأشياء كتير فيها تصير عن جد مرضية ومتعبة لأقلهم الأشخاص حواليون بتبين بالعلاقات الجنسية بكيف بدون يكونوا هن عم بيسيطروا عم بيتحكموا بطريقة فيها كون فيها أزيئة هون عم نحكي عن الساديسم أو عن السادية في ناس بتصير عم تتحكم بطريقة مأزية بالعلاقات بالعنف بيسيطر على الآخرين بتتلاعب بيعقولون بيصيروا عم بياخدوا لذة بهيدا التحكم هون اليوم مش عم نحكي بالحلقة عن هيدا الموضوع عن هيدا التفاصيل لأنه ممكن هيدا بتحمل حلقة لحالة بيصير في ناس عم تعمل غاز لايتينج عم تتلاعب بالآخرين كل الوقت عم بيكون عندها ميزاجية عم بتسيطر على الآخرين إن كانوا بعلاقة ولا إن كان عائلتهم ولا أولادهم ولا بيشغلهم ولا موظفينهم هون عم نروح على محلات كتير أكستريم هيدا أكيد بتزعج كتير بتأدي لأقصاص ديس فانكشنل أو منا زابط ومنا صحية بديناميكية العلاقات وأكيد الشخص بيكون من جوا عم بيتقلم وقت عم بيعمل هيدا الشي بس من جوا جوا في جرح عنده بس هو عم بيغطى هيدا الشي باللذة اللي عم بيخدها بأنه يتحكم بالآخرين نحنا عم نحكي أكتر اليوم عن نحنا بميلنا أنه نحنا نشد على الإشياء أو نعيش بطريقة حياة معين أو نحس أنه ما فينا لا نرتاح لا ناخد بريك بدنا الإشياء تمشي مثل ما نحنا بدنا بطريقة معينة بمصار معين لهيك راسنا بيصير مرتاح أنه نحنا عم نحمي حالنا من أي شي unexpected أو أي مجهور ممكن يصير ويخربت الإشياء بدنا نحنا نتولى ظهر معينة مع الأصحاب ونحنا نوزع كل المهمات أو النشاطات كيف بدأت تصير وإذا ما صارت بهذه الطريقة فينا نكون عم نخاف أو عم نغضب أو عم نتأثر أو نحس ما طلع المشوار حلو لأما صار 1-2-3-4 مثل ما نحنا مخططين بعلاقاتنا جمالا المايلة السيطرة بيصير عم بيمين بكتير إشياء بعدين بيصير عم نجذب لعنا مثل ما قالت ناس بأصحابنا بزملائنا بالجامعة بالمدرسة بالشغل حتى بعدين إذا ما انتبهنا لهيدة الديناميكية اللي عم بتصير وليش نحنا عم نجذب هول أشخاص اللي يستيعدونا نصلح بعدين رح نواجه هيدة الشي مع شريك حياتنا أو مع الناس اللي نتعرف عليهم بالعلاقات منصير أو منتلاقه بشخص كمان بده يسيطر أو بده تسيطر وهيدة كمان بتكون رسالة لقلنا أو منصير بمحال بعلاقة نحنا خايفين نفقد الشخص الآخر خايفين الإشياء ما تصير مثل ما نحنا بدنا منصير عم نسيطر أو بدنا نتحكم لنظلنا عيشين بأمان أو من خوفنا أنه الشخص يتركنا أو خوفنا الشخص يتخلى عننا بس نحنا مش عارفين أنه بهيدة التحكم أو بهيدة السيطرة عم ننفر الشخص الثاني يمكن أول فترة بيكون عم بيتقبل أو عم تتقبل لأنه بيحبونا أو لأنه العلاقة رايحة بمحال حلو أو بيطولوا بالون بس بمحال بيصير من خوفنا أنه الشخص الثاني يتركنا نصير عم نجبر ويتركنا لأنه عم بينفر من هذا التحكم أو هالطريقة التعامل اللي ما عم بتكون صحية خاصة بس يصير التحكم بأصغر التفاصيل اليومية بحياتنا بالعلاقة أكيد كمان التحكم بيجي من محال في قلق لأنه القلق اللي بيصير الهاجس بيصير عند الشخص إذا أنا ما تحكمت بالإشياء أو إذا ما صارت مثل مبادة بالتالي رح يصير في إشياء مش منيحة والإشياء المش منيحة رح تخلق لقلق يعني هي مبنية على قلق ونتيجها إذا ما صارت نوبادنا رح ترجع تخلق قلق فما كيف ما برى منها هي مننا صحية ومننا مساعدة وبتخلي الشخص يفوت بيسترس وبيضغط نفسي كل الوقت وما عم بيقدر لا يعيشه لا يستلز بالإشياء ولا ينبسط بالإشياء ولا تجو لأنه إذا بيحسوا بدون يمشوا مع الفلو أو يمشوا مع المصاري الصحيح أكيد في شي غلط رح يصير مش هكي بيحسوا الأشخاص وأنا كنت منهم وأخذني كتير وقت وبعدنا عم بيشتغل على الموضوع إذا كنت قبل بدي رخي ومشي باللحظة مثل ما هي بيصير أنه أكيد في شي في ضربة بدأت يجيني من شي محل خليني أنا شادة ومتحكمة خليني أنا العين اللي عم تطلع من كل الميلات وعم ترقب كل شي وعم بتشوف كل شي فبياخد مننا كتير مجهود ولنقدر نفهم من وين جاي أسباب ميلنا للتحكم ونقدر نتخلى عن هيدا الدور ونتحرر منه بدنا نشفي الجروحات اللي على أساسه نبنى هيدا الميل اللي عنا ونحنا خلف شو عم نتخبى وقتا نكون عم نتحكم هالأدية لنكون عم نحمي حالنا بس نحنا فعليا حاطين درع أو حاطين مثل كأنه وهم حولينا أنه نحنا محميين بهيدا الطريقة محميين بس نسلمها ربانية بس نوسق بأقدراتنا نكون عم نمرسة بطريقة صح بخبراتنا بشاطرتنا عم نشتغل الأشياء بالمسار الصحيح من دون ما نكون عم نزيدها أكتر أو عم نتحكم بس تمشي نستعمل ذكينا وخبراتنا وذكائنا العاطفة وطاقتنا الصحيحة ونسلم أنه فيه كمان عناية إلهية أكبر من كل شي بتكون الأشياء عن جد هون ماشي طائيا صح ومنطقيا صح ولكن بس يكون فيه جروحات المنطق بين عدم لأنه بتصير الجروحات هي عم بتسيطر التروما هي اللي عم بتسيطر دفاعاتنا نحنا عم نحمي حالنا بس نحنا بمحل مش حسين متفكرين أنه هيك بنكون بأمان بس نحنا بالأساس عم نعمل هيدا شي لأنه مش حسين بالأمان مش حسين كمان سلف استيم منه عالي ثقة منه عالية بالذات مثل ما قالت هيدا شي اللي بيبلش عند السولر بلاكسس شكرا سو كل هول التفاصيل منه الماشيين بطريقة انسيابية أو بطريقة صحيحة بالتالي رح يصير فيه مال للتحكم أكتر وأكتر وإذا حتى ما جذبنا لعنا شريك ساعدنا نفهم هيدا شي أو ما فهمنا من المشاكل اللي عم بتصير بيننا وبين الشريك أنه فيه كنترول بدنا نشتغل عليه رح يكون أولادنا عم بيساعدونا نفهم هيدا الشي لأنه غالبا مع الأولاد بنقدر نكون احنا عن جد عم نتعلم أنه ما فينا تكونترول بمحل بدنا نمشي بالإشياء مثل ما هي والولاد بعفويتهم وبيعيشهم باللحظة بيساعدونا أنه نفهم أنه هلأ رخوا حالكم وعيشوا باللحظة مثل ما هي كونوا أنت كونوا على حياتكم كونوا على طبيعتكم استمتعوا بالإشياء منلاقي كمان هون فينا نكون لما نرجع نمرقلون إياها ويرجع هن كمان بالطريقة اللي نحن من نعمل كونترول عليهم اللي يكونوا هن مناح بصحة منيحة أمور منيحة وقت بنفكر أنه هيدا الشي لمصلحتهم بس في خط رفيع بين أنه نحن نهتم بصحتهم والوال بينك طبعولون ورفاهيتهم وصحتهم النفسية والعاطفية والعقلية وكل شي وبين أنه نحن نرجع نتحكم فيهم ومنع تيهم فإذا عم نرجع نتحكم فيهم عم نرجع نعيد حلقة نحن تم التحكم فينا عم نرجع نحن نتحكم فيهم من خوفنا عليهم وكل شي مبني على خوف الطاقة طبعولون ما بتكونوا عم تمشي صح وما عم بتساعد أبدا والشخص اللي بيميل اللي يكونوا عنده سيطرة بمحال منه مرتاح مع حاله بيبين أنه مرتاح مع حاله وعنده سئة بحاله وقوي وبيقبضة من حديد وكل هيدا الشي بس من جوا شخص كل وقت عم بيتخبط مع حاله كل وقت فيه أوجاع كل وقت فيه قلق ما فيه إدراع على النوم فيه تحليل فيه overthinking فيه تحليل مبالغة بالتحليل كل الوقت فيه خوف من أنه يكونوا لحالهم فيه خوف من أنه ينتركوا فيه هيكي نوع من المشاعر الأليمة اللي عم بتصير جوا اللي هي نتيجة مشاعر بالأساس أليمة ما تم الشخص طفل يشعر فيه بطريقة صح ويعبر عنه فكمان اتراكمت وتحولت مثل كأنه خطة دفاعية خلينا نكون نحن in control وبس يصير شي يفقد الشخص السيطرة أو ال control أجمالا ردة الفعل بتكون فيها غضب بيكون فيها عنف بيكون فيها صريخ أو بيكون فيها جلد للذات وإعادة مثل كأنه بيصير الشخص عم بعيد القصة براسه كذا مرة لو عملت هيك لو قلت هيك وكيف ما انتبهت وكيف غلطت كله هيدا الشي بدل أنه هالأنجر أو هالغضب هو tip of the iceberg أو رأس الرأس الجبل الجليد اللي تحته مخبة كتير مشاعر ما تم الشعور فيها أو ما تم أعطاءه وقته أو مساحة الحقيقية هو الشخص عم بيكبر عم بيتعرض لتروماز أو لأسس وجعته وحطها الخطة الدفاعية اللي هي السيطرة فالغضب بيكون الغضب طبع الشخص الكبير والغضب طبع الشخص الطفل الصغير اللي بده يصرخ بده يقول كتير اشياء بس ما عارف يقولها قرر أنه هيك بحمي حالي وهيك أنا بكون in charge وهيك أنا بكون مسيطر على كل شي بحياتي مثل ما كنت عم بخبركم ببداية الحلقة الدكتور القلب كيف هو قرر يكون بهيدا الدور لأنه حس أنه ما في بي يحمي فأنا أخذت هيدا المسؤولية ومش عليها كل حياته صارت lifestyle لقلو ما بيقدر يكون عم بعيش اللحظة أو بيقدر يكون عم بيخفف أو بيقدر يقبل أنه في حدا تاني ماهر فيه يكون عم بيعمله العملية الجراحية أو عم بيهتم بصحته أو هو يوقف وياخد break لا يكون عم بعيش حياته صح لازم لا in control كل الوقت أكيد وقت يكون في control فينا نكون عم منميل أنه ننتقد بلا ما ننتبه الآخرين كل الوقت عن قصد أو مش عن قصد أوقات بيصير فيه ملامة للآخرين أو تحميل للآخرين المسؤولية من وراكم ما زبط هيدا الشي لو كنت أنا تدخلت كان صار هيك أحسن أنتوا ما بتعرفوا تعاملوا أي شي أوقات بيصير فيه مثل كأنه تحجيم للآخرين أو ترهيب لألون أو كأنه الشخص هو بده يسجل score أنه أنا اللي بعرف أعمل كل شي لو ما أنا أو لو ما حتات إيدي لو بلاي ما بتعرفوا تعملوا ولا شغل هاي منشوفة كتير عند الأمهات كمان بيميلون لا يحسوا أنه هن انكنترول بكل شي لأنه كمان بينحط عليهم عدة مهمات يكونوا عم بيعملوها ولا من خوفهم يكونوا عم بأسروا بأي شي كمان بيصيروا عم بياخدوا دور المتحكم كل الوقت لأنه بهالطريقة بيفكروا أنه عم بيحموا وكمان بينسوا يهتموا بحالهم وبينسوا أنه في صحتهم وفي وقتهم وفي وقت للنوم ووقت للراحة وأولوية لألون كيف منحل كل هيدا الاشياء بأنه أول شي نعترف أنه نحن منميل للسيطرة نعترف ونقول أنه نحن منخاف من المجهول منخاف من البكرة منخاف نغير بالروتين تابعولنا فيه قلق معين منحسه فيها واجس معينة عنا ياها نقول الاشياء على صوت عالي أكيد نطلب مساعدة اختصاص لأنه هو اللي رح يساعدنا نفهم من وين جاي أنه بدنا ندخل بتفاصيل شريك حياتنا الصغيرة أو الكبيرة أو إذا جال عنا حدا بدنا ندخل بكل الأمور الصغيرة إذا رحنا مشهور نحنا كيف ما ننظم المشهور كيف ما ننظم القعدة كيف بدنا كل العالم تكون عم تنبسط وعم تفرح وإذا ما صار هيك مثل كأنه نحنا عملنا شي غلط أو أثرنا أو مسؤوليتنا أو بطل الشي حلو أو مش قادرين نستمتع فيه هال يعني بيسموها مثل كأنه عن جد ندخل بأصغر أصغر التفاصيل بأصغر التفاصيل نحنا نكون عم ندير بحياة العالم اللي بحلقة حياتنا أو شريك حياتنا أو أولادنا أو عائلتنا أو شغلنا أو اللي هو فهيدا الشي بمحل عم بيوجعنا قبل ما نعمل هيدا الشي خلال عم نعمل هيدا الشي ومن بعد ما نعمل هيدا الشي خاصة إذا ما كانت النتيجة مثل ما نحنا بدنا فهم بدنا اختصاصي نطلع جواتنا ونفهم من وين جاي هيدا الشي تمهينا بدور الام والاب هني كانوا يعملوا نفس الشي حطوا علينا هيدا الضغط لنحمي حالنا لنهرب من الترومة معينة بهيدا الطريقة بتكون نحن عملنا شيلد حول حالنا لنكون بمأمن أكتر فبس نفهم هيدا الاشياء شوي شوي بمساعدة اختصاصي ونبلش نشرحها واحدة واحدة ونسحب خيط ورخيط ورخيط لنرجع للجذور بنكون عم نبلش نشفي حالنا نصير بي عنا رأف نمارس الرأف اكتر تجاه نفسنا وتجاه الاخرين نقبل انه الاشياء فيها تكون مختلفة نبلش شوي شوي نوثق بحالنا ونقوي الـ self esteem عنا والإيمة الذاتية والworthiness لانه كمان بدوا يصير في شغل عليهم لنقدر نوثق بالاخرين ونوثق بحالنا لانه اذا ما معنا ثقة بحالنا ما منقدر بسهولة يكون عنا ثقة بالاخرين لنقدر نسلمهم مهمات معينة او نوثق انه هني فيهم يعملوا شي اللي نحنا عم نطلبوا منهم او عم نتعاون فيه جميعنا ليكون لمصلحته لخير الجميع كمان فيه شغل على هيدا الموضوع بدوا يصير شوي شوي لانه كتير فيه ممكن يصير فيه resistance على هيدا الموضوع عم بحكي لانه انا اطعت فيهم كلهم وبشوفهم حتى بس كون انا عم ساعد حدا بدوا يشتغل على تخفيف من التحكم او السيطر على الاخرين او السيطر على حياتهم الخاصة بدنا نسامح حالنا اذا احنا عتبرنا انه غلطنا او ما كنا مثاليين نبلش نقبل انه الاشياء مثل ما هي هي مثالية فينا نكون عم نستمتع فيها نسامح اهالينا او نسامح الاشخاص نعمل سلام مع الاشخاص او مع situations او القصص اللي خلتنا نوصل لهيدا المرحلة شوي شوي نتواصل نحكي نبلش نرسم حدود بمحلات معينة بحياتنا خاصة اذا كنا نحنا مع شخص هو بيبيني للتحكم نبلش نحط حدود ونساعد ونلفت له نظره ونلفت له نظره في شي مش صحا بيصير ويمكن هن بحاجة لمساعدة اختصاصة ما نقبل هيدا الشي كمان ينصب علينا او ينعمل projection علينا لانه هن عندهم جروحات يكونوا هن عم نساعدهم يهتموا بجروحاتهم وهيك نكون عم نساعدهم عم نساعد حالنا كمان ونسأل حالنا لا جاذبنا هيدا الشخص لانه هل بعيلتنا كان فيه كمانا هيدا الديناميكية ونحنا رجعنا نحطينا فيها نرجع ونتعلم كيف نستمتع بالاشي نعيش اللحظة نهتم بحالنا نقبل انه ناخد day off نقبل انه ناخد عطلة نقبل ناخد اجازة نقبل انه مش نحنا بس اللي بنعرف نعمل كل شي كل العالم كمان بتعرف بخبرتها وبشاطرتها وبطاقتها تكون كمانا كل الواحد عم بيعمل الشغل المخصص انه يكون عم بيعمله اكيد نتنفس نشتغل على التنفس اليوغا بتساعد خاصة بـ positions معينين أو بوضعيات خاصة بالـ solar plexus بيساعدوا الزيوت العطرية والمساجات على منطقة الـ solar plexus مثل السينمون اللي هو الـ arfi أو الدارسين أو الجنجر اللي هو الزنجبيل أو الروزماري اكلي للجبل أو اللمن أو الليمو يعني الحامض أو بلسم الليمون هاي دي الانواع الشاي اللي فينا نكون كمان عم نشربها عم بتروقنا عم بتهدينا الـ lavender الخزامة حخصة زعنا تشنجات نعمل مساجات بتساعد لنرخي جسمنا لنرخي حالنا نتعلم كيف نعيش ونكون باللحظة في كتير تمارين فيها تكون عم بتساعد نختار الشي اللي نحنا بنعمله نعمل grounding أكتر مع الأرض لنكون عم نحس بأمان لنخذ الأمان من الأرض ومن الطاقة الحقيقية اللي بتخلينا نكون نحنا بأمان ما نحنا موجودين ونقبل نسلم الأشياء ربانية نقبل أنه بمحلات بهالكونترول نحنا عم نخلق blockages أكتر مع عم نخلي الأشياء تمشي بمسارة أو بالflow الصحيح والدني متغيرة والدني عم تبرم والكوكب وعم يبرم كل شي عم يبرم وعم يتغير ما في شي فينا نكون نحنا عم جد بدنا يمشي هيك أو عم نتحكم فيه كل الوقت 24 ساعة على 24 عم بينعكس على صحتنا عم بيستنفي الطاقتنا عم بينزعلنا العلاقات اللي نحنا فيها وعم بيوجعنا وعم بيوجع الآخرين بس نختار نرجع نتطل على الطبيعة ونشوف أنه الأشياء مثالية مثل ما هي وبتاخد وقتها وحتى وقتها تكون عم تاخد وقتها عم تمشي بالflow الحقيقي أو بالمساري الحقيقي أو بالتضفق الحقيقي كل شي بيكون رائع وكل شي بيكون حلو كل شي بيكون كامل ومتكامل نرجع عن جد بنتذكر أنه نحنا خلينا نكون هيك مسلمة مثل فصل الخريف نمشي مع الأشياء مثل ما هي ونقبل أنه فيها الأصص تكون مريحة وفيها تكون حلوة فينا نكون عم نستفيد وعم نستلز وعم ننبسط وعم نفرح بوجودنا على الأرض أو بوجودنا بهيد الحياة فينا كمان نكون عم نتعلم من الحيوانات اللي بيعيشوا اللحظة ولي بيعلمونا كتير إشياء حلوة عن حالنا ولي بيساعدونا نرجع كيف عن جد كمان نمشي بتضفق معين وبالحلقة الجاية رح كون عم بحكي أكتر عن الحيوانات وعن طاقة الحيوانات وقدي عن جد فعليا بيكونوا عم بيعلمونا إشياء بحياتنا بتمنى تكون هيدا الحلقة ساعدت بأنه هيك تدعي كل حدا عم بيسمع وين فيه كونترول بحياتكم وين فيه سيطرة ليه عم بتميلوا ولا تكونوا عم بتسيطروا من شو عم بتخافوا وين عم بتحسوا بهيدا الشي بجسمكم أكتر شي إذا بتغمضوا عيونكم وين بتحسوا فيه خوف أن تسمحوا للإشياء تمشي أو تولت جو أو تسمحوا للإشياء تكون عم تتحرر أو تكون مرتاحة وين بجسمكم بتحسوا بأوجاة وين بتحسوا فيه قصص بتوقفكم إذا ما عملتوا كونترول أو أنتوا تحكمتوا حاولوا أنتكم تطلعوا على هيدا الإشياء بشكل فيه رأفة ورحمة وحب تجاه نفسكم وتفهموا أو تتذكروا شو فيه قصص صايرة بطفولتكم قدت إنه يصير هيدا الشي وإذا ما قدرتوا تحصلوا أنتوا على الأجوبة أو تربطوا الإشياء ببعضها أكيد تكونوا عم تسألوا اختصاصي طائد حب كتير كبيرة مني لألكون اهتموا بحالكم حبوا حالكم كونوا رأوفين مع حالكم وأكتر خلوا تسمحوا لحالكم تمشوا مع المصاري الطبيعي للإشياء من أنكم تكونوا عم تتحكموا شوي شوي فيكم توصلوا على أنكم تكونوا عم تتحرروا من هيدا الشي طائد حب كبيرة لألكون وليقون الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر